طيب خلينا أقول لحضراتكم سريعا جدا أطمينكم اللي عابتنا النهاردة يمكن رجعت مرة تانية تتمرن مبارح كان طبعا أجازة بقرار من مستر كيروش ومازال موقف الشدناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف أيمن بعيد عن المشاركة يعني أيمن فرصه ضعيفة جدا في المشاركة في البطولة دي على الأقل مش عارفين موقفه إيه من السوبر أفريقيا لكن من الوالد كمان ممكن يكون بعيد مفيش حاجة تجزم بشكل قاطع يعني لكن احتمالية مشاركة حجازي والشناوي وحمدي وردة لغاية اللحظة وأطمين حضراتكم كمان على المنتخب أن كل الإنذارات دي وفقا طبعا للاحة البطولة وده الكلام اللي أكد عليه مدير المنتخب كابتن واقل جمعة أنه لاحة البطولة بتقول أنه في الدور قبل النهائي كل الإنذارات بتتشال وبالتالي المنتخب هيخش مباراة تونس بسجل نظيف خالي من الإنذارات